فمعرض هذه المشاهد من تلة موسى والتي وصلت للتو إلى قناة المنار وتظهر مجاهدي المقاومة وهم يقتحمون هذه التلة الانتصارات الكبيرة التي حققها حزب الله والنظام السوري في مناطق القلمون على المعارضة السورية لا تتعدى حدود الأخبار التي تدولتها وسائل الإعلام الدائرة في فلك الحزب والنظام مع نفي جيش الفتح نفيا قاطعا هذه الادعاءات الذي قال إنها توظف في الحرب النفسية جبل موسى جبل الباروح وجرود فليطة ثلاث نقاط استراتيجية فشلت حشود الحزب والنظام في اقتحامها بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة التي أكدت أن معركتها الفعلية لم تنطلق بعد وأن هذه الاشتباكات هي مرحلة الاستنزاف ومع تجدد الاشتباكات للأسبوع الثاني على التوالي في جرود الجبة التي ادعى حزب الله سيطرته عليها استهدف جيش الفتح جرافة تراكس تابع له في جرود نحلة لبنانية في ظل معارك الكر والفر يخسر الحزب مزيدا من شبانه في بونستنقع القلمون حيث نع عنصرين جديدين هما علي حسن حمدان من بنت جبيل ويوسف اسماعيل من بلدة زوتر سقطا في المعارك الدائرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 17 عنصرا في غضون أسبوع وكانت المعارضة قد كبدت قوات نظام خسائر بعد هجوم شنته ليلا على حجزين في سهل رنكوس في موازات معركته ضد النظام وحزب الله فقد عمد جيش الفتح إلى البدء في استقصال تنظيم داعش من مناطق القلمون الغربي ترجمة نانسي قنقر